المؤلمة النهاردة كابتن محمود الخطيب زار النصب التذكاري لشهداء الأهل في النادي هو أعضاء مجلس الإدارة والدكتور سعد شلبي ووضع الكابتن الخطيب باقت الورود على هذا النصب التذكاري وقرأوا الفاتحة مع عدد من أسر الشهداء اللي حضروا ترحما على أرواح أولئي الأبرار لا يمكن ننساهم ولا يمكن أن يأتي هذه الذكرى دون أن نأخذ منها الدروس والعبر نأخذ منها عنوان الإخلاص والتفاني عنوان التضحية عنوان الإثار الأهلي وترجمة حب الأهلي وكيف كان حب الأهلي هو يعني وقود الصبر عند أسر هؤلاء الشهداء يعني الواحد كان في تجارب خاصة في هذا الأمر يعني أي بما أننا نتذكر يعني نتذكر الوزير الراحل العمري فاروق عليه رحمة الله عليه رحمة الله عندما تولى الوزارة الله أرحمه أنا أذكر أنه كان تواصل معك كمنسق مع أسر الشهداء كان معني جدا بالقضية عشان كده أنا أتذكره وكان القدر يعني قرر أن يربط هذا الاهتمام وترجمه إلى ذكرى يعني مرتبطة جدا عندما كان وزير فجيتي باتصال تليفوني منه وكان بعض الأسر شهداء كلموني في بعض القضاء اللي مضيقاهم في تأخر في الإجراءات في بعض الوعود ما تمتش بشكل سريع مشاكل عند البعض ففجأت كبات أن الفرق الرياضية أولاد وبنات في النادي واللعبات الحياء يعني إحياء طيب للذكرى أنه الكل يساهم في زيارة هذا النصب والترحم ببقات الورود عليهم هو مش نصب تذكري وذكرى فقط هو مضل للإلهام يعني هؤلاء الرياضيين اللي هم يعني عينات من الرياضيين مؤكد بيتشبعوا بهذه الروح روح الارتباط بالنادي الأهلي ويدركوا أن النادي الأهلي ووفاقوا وتمسكوا بالحفاظ على قيمة هؤلاء الشهداء وعدم نسيانهم وتذكرهم بشكل مستمر كل دي أنا إسهل بقولك إيه ده العنوان اللي خطر لي على بال لأنه فيه ربط بين الأحداث الغياضة ما بقيتش والكرة ما بقيتش مجرد لعبة يا ثقافة حياة يعني دي أما يتقالي النادي الأهلي يتبادر إلا زينك كل المعاني دي الوفاء والصرامة والجدية وكيف المبدأ يسبق النتائج وكيف يتعامل الأهلي مع القضايا الكبرى وكيف يتعامل مع القضايا الوطن وكيف يتعامل مع أبنائه وعارف الحدود مين اللي يكرم ومين اللي تنفض إيدك منه مش محتاجه جنبك ثقافة أستاذ إبراهيم أنا في ناس كتير جداً بتقابلني من الأهلوية أقول لك إحنا بنحاول نستلهم أسلوب الأهلي وثقافة إدارة الأهلي ومعاني عبر تاريخه بالراب بولادنا بالشكل ده والله أنا جد هذا ليس مجال للتفاخر صحيح الأهلي فكرة ملهمة فهي ليست مجرد لعبة صحيح والرياضة بشكل عام وكرة القدم بالخصوص لأنها ترمومتر مزاج الشعوب هي الأكثر تأثيراً بين كل الرياضات على المزاج العام هو لما بيكون فيه لحظة نجاح بتجد الشعب كله قادر يتغلب على مشاكله قادر يتغلب على ظروفه وبينطلق فيه سعادة ويبقى فيه نوع من الطاقة الإيجابية في كل بيت بتتزامن مع أحداث النجاح والاحتفالات بي ليست مجرد لعبة صاد برايب واللي فكرنا اللعبة دول الناس غلطانين عشان كده لما بنقول اهتموا بالكرة القدم المدرسة عشان كده لما نيجي نقول لك انت زعلان أوف أو مش زعلان الناس اللي فهم ان احنا عايشين مفاجأة للمنتخب شوفوا في 2019 ايه اللي حصل والدولة مكرسة نفسها ومتكبدة كل وضع كل الامكانات لنجاح منتخبنا ييجي على أرضه يحدث الاخبار